عايز اتكلم معاك عن عنوان الكتاب ليه المدن الجامحة؟ ونتقصد بايه المدن الجامحة؟ ده هي المدن الجامحة زي ما قلنا ان هي من مقتبسة من اسم سلسية تسيركس مدن كان اسمها مدن جامحة مدن جامحة يعني مدن غير قضاء للسيطرة لانه كان بيكتبها في وقت بيوصف فيه توقيت التلات روايات دول هي شبه سيرة ذاتية بس في شكل رواية وقتها هي الكلام ده انتهت سنة 62 تقريبا هو بيوصف في الفترة بتاعت ما بعد الحرب العالمية التانية واثناء الحرب العالمية التانية في مصر هنا مدن الجامحة اللي يقصد بيها ارشاليم وقتها القدس والقاهرة واسكندرية وقتنا فهو الاحداث كانت بتدور في المنطقة دي بدأت في ارشاليم أثناء معركة العالمين لما الجاليات الاجنبية خرجت من مصر فهو كان في ارشاليم وقتها بعد كده رجع على القاهرة الجزء التاني من السلسية دي كان اسمه اريان والجزء التالت كان اسمه الخفاش فالجزء التالت ده كان في اسكندرية معظم الاحداث كانت في اسكندرية فهي دي المدن الجامحة اللي يقصدها تسيركس في وقت ما بعد الحرب العالمية واثناء الحرب العالمية التانية انها كانت مدن كان فيها برضو جاليات اجنبية كتير وكان فيها المصريين وانه ما كانش حد يقدر يسيطر عليهم في التوقيت ده يعني مدن ليه خضاء على السيطرة لكن ليه الربط لانه تسيركس زي نجيب محفوظ عندنا في مصر فبالتالي هم اليونانيين بيقدروا تسيركس جدا بيدرس في المناهج عندهم في اليونان فانا برضو بحب تسيركس يعني لما قريت الرواية وقريت له رواية كتبها قبلها ايام ما كان في اسيط برضو في الخمسينات الاعتقد فكانت بالنسبة لي يعني كان ملهم بالنسبة لي ان انا برضو اكمل التجربة بتاعت الكتاب ده لانه الحقيقة انا لو كنت فكرت في الكتاب ده في توقيت مختلف كان ممكن يبقى شوية صعب كنت اقول مفيش مناسبة قوي لكن اليونان دولة معرض الكتاب طبعا طبعا كان الناسك الشرف وكان فيه والتقارب الكبير ما بين مصر واليونان في الوقت الحالي شجعني ان انا اخد التجربة دي وابقى مش قلقان كمان ان الصفارة اليونانية كمان تحمست جدا وزارة الثقافة والريادة اليونانية تحمست يعني انا حابب اشكر طبعا السفير نيكلاوس جاريليزيس على ان هو تحمس للموضوع والحقيقة يعني انا مبسوط بالحالة نفسها اللي حصلت على الكتاب لانه حتى في حفل التوقيع نفسه او حفل نادوة مناقشة الكتاب وتقديمه كان موجود كابتن مجدي طلبة حضر جانب يناقشني دكتور ياسر ايوب كابتن احمد مجدي لعب في اليونان برضو من منعيبة منتخب مصر السابقين بخلاف طبعا مجموعة كبيرة انا سمع انها كانت حفل التوقيع مهمة جدا وكانت مختلفة جدا كانت مجموعة من القيادات الرياضية المهانس احمد مجاد رئيس اتحاد الكورة السابق احمد حسام عوض عوض اتحاد الكورة وقلتلي ان كان فيه شخصيات يونانية كمان الزبط كمان يعني كان موجود بيرسا كوموتسي ودي من اشهر الادباء اليونانيين وهي دي اللي ترجم برضو موليد مصر بالملاسبة احنا بنشوفوا الصور وانت تتكلم دلوقتي معي من موليد مصر وهي دي اللي ترجمت اعمال نجيب محفوظ لليوناني القصة مش حتى في الكورة بس يعني لو اتكلمنا في الفن هتلاقي داماس رورسوس موليد اسكندريا لو اتكلمنا في اي مجال هتلاقي يعني فيه نيلي مظلوم في الفن برضو واندريا رايدر كتلحين فيه حاجات فيه يونانيين كتير اصبحوا نجوم عالميين كلهم من موليد مصر بيسموهم هناك في اليونان جريكسو في ايجبت هو الميكس ده كمان مختلف يعني خلطة كده جميلة اكيد هتطلع شخصية مختلفة شخصية نجحة